يواصل سكان بلدية الدهرة بولاية الشلاف اعتصامهم للشهر الثاني على التوالي أمام مقر البلدية مبدين رفضهم لرئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد الذي سبق له تراؤص بلديتهم لثلاث عهدات سابقة دون تحقيق أي إنجاز يذكر حسبهم الوضع الذي تعيش بلدية الدهرة دفع بالسكان للاحتجاج ورفض التشكيل الجديد للمجلس الشعبي البلدي مؤكدين على أن حركتهم هذه جاءت فقط من أجل خدمة بلديتهم بإسناد مسئولية لمن هم أهل لها 17 هور ما بين الليل وعساسي الليل والنهار هايها الآن هايها النهار مننا ونحطب هاي عنده 15 سنة ما دار نحتشي هاي قمتوا بالويدان هنه كل شيره مخرب كما قالوا لأخر قاع مخرب هنه ينحوز التغيير وما هبه بالنجنة تعوه ما نقبله همش نهائيا اللي خدم هنو مموقاه ما يديرش حملة ما يديرش قا حملة انتخابية هذ الناس لو كان شافوه خدم ما يديرش قا حملة انتخابية وينتخبوه كانت تجاوزات في الانتخابات رانا في غينة عنها انها ما نش بغي نجعو نحنب هذا رئيس البلدية ما نش قابلينه ما معنى هذا رانا في الديمقراطية يعني زمن الاستعباد انتهى المطلب الثاني الاول والاخير التغيير لازم نطلبه التغيير وكون سبنا يخدم نورمال هادي إضافة لمطلب يام الرئيسي عرب سكان المنطقة عن انشغالاتهم العديدة تتصدرها ضرورة توفير قاعة للعلاج إلى جانب النقل المدرسي والإينار العمومية مع تهيئة الطريق وحل مشاكل تنموية أخرى يعانون منها منذ سنوات عديدة حماية في البلال مكش كان حماية في جيد موسى مكش كان حماية في الهناشرية مكش ربنا خلقتنا شحان ما منرز هنا يقولي قرف روح روح حوس على كلاندستات الدين مكش هنا يبلغ لامبيلنس لازم تدين مرأة من لا تدينها لملايات غليزان وإذا لحكتها فيما يقول لك انتيا كيفا مش اللي في جهة اللي هنا عندي ديفوير جوعوك غالط هنا في بلدة الظهر لمشارع لمكان تنمية مكان منشآت مكان مطاعم مدرسية مكان نقل مدرسي مكان حتى حاجة ما فيها طرقات ما فيها غزة طبيعي ما فيها مطاعم مدرسية مدرسة ابتدائية وحدة في بلدية فيها أكثر من تسعين تلميذ في الخلاصة ووفق قانون المالية 2018 فإن البلديات تعتبر الخلية الأساسية لدفع عجلة تنمية محلية وإيجاد البداية الاقتصادية وهو ما لن يتحقق إلا بمجالس بلدية يكون منتسبها أهل المسئولية وفي مستوى تطلعات المواطن ترجمة نانسي قنقر